قال الرئيس البيلاروسيا لكساندر لوكاشينكو الخميس إن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال في روسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكريملي لانتقاله إلى بيلاروسيا وقال لوكاشينكو خلال مؤتمر صحفي إن بريغوجين متواجد في سان بيترسبورغ وليس في بيلاروسيا على حد تعبيره وكان قائد مجموعة فاغنر قد أعلن التمرد على السلطات الروسية في الرابع والعشرين نجوان المنصرم وعلى السلطة الروسية قبل أن يتراجع عنه بموجب اتفاق ينص على انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا إن بريغوجين موجود الآن في سان بيترسبورغ أو ربما انتقال إلى موسكو إنه ليس على أراضي بيلاروسيا إن مسألة انتقال وحدات فاغنر إلى بيلاروسيا لم يتم حلها وستعتمد على قرارات روسيا وفاغنر إذا احتجنا إلى استخدام فاغنر للدفاع عن دولتنا إذا كانوا هنا فسيتم ذلك للحظات في أي اتجاه ستكون خبرتهم مطلوبة في بيلاروسيا